السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصم الاسلام بالتطرف والارهاب والرجعية والتخلف الى اخره الى اخره الموضوع اللي حنتكلم فيه النهاردة اسمه اسلامفوبيا وكببوفوبيا اسمه اسلاموفوبيا وكبابوفوبيا يعني ايه اسلاموفوبيا وكبابوفوبيا طبعا احنا عارفين انه كان في القرن الماضي في حرب دروس مبين باردة مبين اللي هو المعسكر الشرقي اللي بتتزعمه الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي اللي بتتزعمه امريكا واوروبا في الوقت ده مبين الشيوعية والاشتراكية ومبين الرأس المالية انتهت الحرب البردة دي بهزيمة السوفيتي في افغانستان وبدأ المعسكر الشرقي تفتت بعد ما تتفتت بعد ما كنا منبص ان في معركة ما بين الشرق والغرب اصبري الشرق والغرب نعم يعني او حرب بردة ما بين الشرق والغرب اصبح مصطلح جديد اسبم بين الشمال والجنوب احنا وكدت ساعتها في التسعينات يعني في اول التسعينات مش فاهم يعني ايه شمال وجنوب الى ان فهمت ان الشمال ده هو اوروبا وامريكا الشمالية والجنوب اللي هي اسيا وافريقيا فما حد ما تبص فيها مرة تانية لان ان غالبية السكان غالبية السكان في افريقيا هم المسلمين وفي امريكا ايضا افزي في اسيا كذلك هم كذلك اللي هم في منهم غالبية كبيرا جدا المسلمين فهذا كان يعني ان الحرب دلوقتي اصبحت ما بين الشمال والجنوب الشمال الاوروبي الامريكي والجنوب اللي هو المسلم اللي موجود في افريقيا واسيا والله واعلم ده كان التفسير اللي حصل بالنسبة لنا في الوقت ده لما ننظر لمتى اتى تعريف كلمة اسلاموفوبيا في مؤسسة اسمها ريني ميد في بريطانيا هي طلعت التعريف ده في عام 1997 في عام 1997 خرج التعريف ده بناء على الابحاث اللي قامت بها مؤسسة ريني ميد البريطانية وده معناه ايه فيه تلت اشياء اول حد اول اول تعريف هو بيقول انه هو ده اللي هو مجرد التفكير فيه اللي هو الخوف من الاسلام ده الخوف من الاسلام التاني بيقول لك انه ده مرض نفسي ايضا عند الناس نتيجة الخوف من الاسلام في هذا المكان الاسلامفوبيا اللي هي بتتكلم هو بيعرفوه على انه نوع من او شكل من اشكال العنصرية او ظاهرة تزايدت بناء الوجود او تزايد وجود المسلمين في امريكا الشمالية وفي اوروبا او بعد احداث سبتمبر او لانه هو بيديد مشاعر الكراهية ضد المسلمين يبه هو بيديد مشاعر الكراهية ضد المسلمين وضد الاسلام وهو نوع من انواع الاشكال العنصرية وهو ايضا نمى لتزايد عدد المسلمين في الغرب والسبب الاخير اللي هو بعد احداث تزايد بعد احداث حداث سبتمبر يعني ايه فوبيا عم نرجع بقى للاصل الفوبيا دي اللي احنا نتكلم عنها واللي الناس مش عارفة تنم من غيرها وعمل نفسها يعني ايه دخلها في مشروع الظلمون اللي احنا نتكلم عليه مئة مرة الفوبيا ده اسم يوناني قديم معناها الخوف الشديد الخوف الشديد الخوف الشديد من اي شيء الخوف الشديد من اي شيء قد يكون طبعا ده مرض نفسي الفوبيا دي مرض نفسي بتحتاج لطبيب نفساني يعالج الشخص اللي بنتكلم عنه ده يعني كلمة فوبيا اسم يوناني ومعناها الخوف المتواصل من مواقف او نشاطات معينة عند حدثها او مجرد التفكير فيها ويكون المريض غالبا من مدرك مدرك يكون المريض مدرك ان الخوف اللي بيصيبه ده منطقي ولكنه لا استطيع التخلص منه بدون الخدوع فوبيا ضد المسلمين ضد المسيحيين ضد اليهود ضد اي شيء في العالم ده انسان مريض ده بتعريف اللي هو القديم والتعريف الطبي والتعريف اليوناني القديم في انواع كتير جده من الفوبيا دي اللي بنتكلم عنها منها الخوف من المرتفعات او المكان او المكان المغلقة او الشيء معين او رائحة معينة او تجربة عدد بالانسان الاخر في او بعض الاماكن اللي هو دخلها قبل كده هو او بعض المناخ لما يتغير الى اخر فديك هاي كيف بدأت كلمة الفوبيا بالنسبة لنا لكن تحولت زي ما انا قلت قبل كده هو من دقائق ان اصبح الفوبيا دلوقتي على شيء معين اللي هو الخوف من الاسلام الخوف فقط مش من الاسلام عشان بس الواحد يكون واقعي ويكون الواحد منصف الخوف من من الاديان الانتشار الانتشار ايه الانتشار ظاهرة الالحاد وانتشار ظاهرة عدم الامام بالدين وعدم الثقة في المؤسسات الدينية والدعاء الدينيين سواء كانوا من اي دين نتحدث عنه طيب الفوبيا بس مش من الاسلام بل من كافة الاديان نتكلم عنها دعونا بقى نخش في التاريخ نشوف ايه اللي حصل في التاريخ والمسلمين اللي هم الناس عاملين عليهم دلوقتي المظاهرة الكبيرة هل هم عملوا ايه في التاريخ علشان يخلون الناس يخلوا الناس يخاف منهم فلما ننظر لكده انا بقول الان وفي اول كلام وفي اخر وفي اوسطه ان هذا الامر لا يعني اي شيء ضد تعاليم المسيح عليه السلام وضد تعاليم موسى عليه السلام وضد اسلام لكنه ضد تصرفات الافراد الذين يعتقدون انهم منتسبون الى هذه الاديان اول مرة تانية ما اقوله اليوم اللي الفوبيا دي ليس لا علاقة بما اتى به المسيح عليه السلام او محمد صلى الله عليه وسلم او سيدنا موسى عليه السلام لكنها من مجموعة المرضى النفسانيين الذين يستغلون الدين في تخويف الانسان من الاديان اخرى نشوف فطرة الفصوحات الاسلامية واللي بدأت في في القرن السابع الميلادي سواء كان فتح بلاد الشام او بلاد الشام في القرن لم يفتحت في سنة 633 640 كان فيها الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وقنوب الانادول وبعدين بلاد فارس اللي هي فيها العراق وكفقاز وفارس وخرسان وده من 633 654 وبعدين فتح مص كان في 642 ميلادية وبعدين فتح بلاد السند في 713 اللي هي في الهند والسند في 713 ميلادية وبعدين فتح الاندلوس ودي كانت في عصر الدول الامموية في سنة 714 ميلادية وبعدين فتح القسطنطنية في سنة 1453 كل هذه الشعوب دخلت الجيوش الاسلامية فيها ولم تقضي لا على الدين المسيحي ولا على الدين اليهودي ولا على اللغات اللي كانت موجودة في هذه البلاد بل بالعكس الكنائس والمعابد واللغات والثقافات ما زالت تمارس الى الان في هذه الدول وفي غيرها فلا غيرنا اسبانيا والبرتغال ولا غيرنا الناس المسيحيين اللي كانوا في مصر بسم الله مشاء الله دلوقتي عزدهم بيزداد كثير ما زال كنائسهم موجودة الى الان انا مش هخش في التاريخ لكن هارطلب من كل واحد فيكم استمعنا هذا الكلام يدرس التاريخ وبعين مجردة ويحاول انه هو يستخرج الحقائق ان كل ما فعله المدعين انهم يقومون اديانهم بتقطير وتعذيب وتشريد وتطهير عرقي لأجناس اخرى ليسوا لأدباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أدباع المسيح عليه السلام ولا أدباع موسى عليه السلام حتى ولا أدباع بوزة المصلح الجديد ده بالنسبة للفتحات الاسلامية طب نشوف الأديان اخرى عملت الى اخر هنلاقي دور حينما ظهر المذهب الجديد اللي هو بتاع مارتين نوتر في المانيا كيف تعاملت الكنيسة الكاثوليكية مع هذا المذهب اللي احنا نسمع محاكم التفتيش محاكم التفتيش لم تكن فقط ضد المسلمين في اسبانيا وفي اندالوس يعني لكنها كانت ضد من هو مسيحي على غير المذهب الكاثوليكي وعلب فيها وقتل فيها كثير جدا من أدباع المذهب الأخرى المسيحية يعني لم تكن فقط في اسبانيا والبرتغال معاكم التفتيش في أوروبا تعرف وقفت امتى وقفت ألغيت ألغيت في عام 1834 ولم تكن فقط ضد المسلمين لأن كانت ضد المسلمين وكانت ضد اليهود وكانت ضد المسيحيين كذلك اللي باعوش المذهب معين في الكنيسة المسيحية لذلك ننظر نفرق كثير قد ما بين المسيحية وما بين الدين الذي أتى به موسى عليه السلام والدين الذي أتى به عيسى عليه السلام ورسالة عيسى ورسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأدباع الذين أسسوا لمحاكم التفتيش لتعذيب من خالفهم في مذهبهم وليس من خالفهم في الدين ننظر أيضا في التاريخ الآخر لسقوط القدس في عام 1258 وماذا فعلت الجيوش في سكان القدس في هذا الوقت ننظر أيضا ماذا فعلنا المغول حينما سقطت بغداد في عام 1258 منظر لمسا هذه الأشياء سقوط بغداد وتأثير سقوط بغداد على ماذا على الحضارة الإنسانية وماذا فعل المغول في مكتب بغداد ورمي الكتب العلمية والثقافية والدينية والتراثية في الأنهار في بغداد وكيف تعاملوا أبناء الشعوب الأخرى مع سقوط بغداد فحينما ننظر لمسا هذه الأشياء في التاريخ نجد أن كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس لم ينفذوا تعاليم الأنبياء والرسل اللي أتوا بهم بل كانوا مرضى مرضى نفسيين ومرضى يعني عندهم اللي هو المرض النفسي اللي احنا نسميه الفوبيا اللي احنا كلمنا عنه في الأول ده في التاريخ الحديث ننظر بردك أيضا في أشياء كثيرة جدا الاستعمار البلجيكي ماذا فعل في الكونغو وماذا كان دور الملك الثاني اللي هو اليوبولد الثاني هناك وكيف سميت الكونغو من أرض الأياد المقطوعة كانوا بيقطعوا إيدي الناس اللي ما بيجمرهمش المطات إلى آخره هناك هذا ليس له أي دخل بتعاليم عيسى عليه السلام وكيف كانت من أجل المطات ومن أجل الدهب ومن أجل الموارد الطبيعية في الكونغو استحل الملك البلجيكي ومن معه هذه الأراضي هناك وكذلك في احتلال موزنبيق من البرتغال كذلك حصل نواء أكثر من 500 سنة نفس في الكونغو يقال أن عدد الموتة اللي قتلوا على يد هؤلاء الناس قد يوازوا حوالي 10 مليون نسم الاستعمار الفرنسي للجزائر الاستمر ما بين 1830 ل1962 نحن نعرف أن الذي قتل في حرب التحريح هو 1.5 مليون نسمة لكن اللي ماتوا في أثناء الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانوا حوالي 9 ل 10 مليون نسمة الاستعمار الإيطالية في ليبيا كذلك من 1911 إلى 1951 واللي راح لحياته أكثر من 140 ألف ليبي وده كانوا يساوه حوالي أكثر من 8 سكان البلد التطهير العرق في سكان أمريكا الشمالية حينما عاتل المهاجرين من أوروبا سواء كان أمريكا الشمالية حينما نسميه أنه نض الحمر ما بين 1792 إلى 1763 أو في كندا في الشمال أو في أماكن أخرى مثل اللي ذهبوا لنيوزيلاندا ويطهروا الموريين أو ذهبوا لإستراليا مع الأبروجنز كل هذه الأشياء لم تحدث بناء على تعاليم للمسيح ولا موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من مجموعة مرضى عندهم مرض الفوبيا اللي هو الخوف أو الرهاب اللي احنا بنسميه الرهاب ده من الآخر إلى آخر التطهير العرقي حاليا اللي بيحدث لسكان تركستان الشرقية من الصينيين اللي هما الجنس اليوغور في الصين التغيير الديمقرافي الدغيير الديمقرافي للمناطق المسلمة في روسيا الاتحادية بعد أن تولى ستالين ولينين الأمر وتهجرهم من مكان لمكان ويمكن يقال راح ضحية هذا التغيير الديمقرافي يمكن أقل ملايين من المسلمين في روسيا التطهير العرقي السكان المسلمين في وسط أفريقيا اللي بذلك ما زال يحدث إلى الآن من مجميع إرهابية وكذلك ما حدث في البوسنة في عام 1992 و1993 و1995 ولي راح ضحية الحرب هناك حوالي 250 ألف نسمة كان 80% منهم من المسلمين والباقي من السرب والكروات ما يحدث في فلسطين الآن لا دخل له بتعاليم السيد سيدنا موسى عليه السلام في هذا الوقت على الإطلاق فالهدي المجميع تعتبر هي المجميع عندها مرض نفسي ما يحدث في اليمن الآن وما يحدث في سوريا الآن أيضا من هؤلاء الناس المرضى في قتل الذين يقتلون الأبرياء ويجوعناهم ويشردناهم إلى آخر أنا قلت في البوسنة وقلت في الحرب العالمية الأولى كان عدد القتلى ما لا يقل عن 8.5 مليون نسمة في الحرب العالمية التانية كان عدد القتلى ما لا يقل من 70 إلى 85 مليون نسمة في حرب فيتنام ما بين 1955 و 1975 في الغزو الأمريكي العراق في 2003 فمنانزل المثل هذه الأشياء أنا أقول وأغزم وأؤكد أن هؤلاء مرضى الذين دمروا مثل هذه الشعوب وهذه البلاد هم مرضى وهو ليس لهم علاقة بالدين وحتى لو تمسحوا بمسوح المسيح عليه السلام وتمسحوا بمسوح موسى عليه السلام وتمسحوا بمسوح محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نردق أن هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان نحن أبرياء منها الدين أبرياء منها الأنبياء أبرياء منها والله سبحانه وتعالى يطلع على كل هذه المظالم في العالم ويقول هذا ليس تعاليم أنبيائي ومرسلين اغتصاب النساء بعدما سختت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تعرفوا كم؟ ما لا يقل على 2 مليون امرأة ألمانية حاليا أو أنجبوا أكثر من نصف مليون طفل ليس لهم أب وده هذا ما حدث أيضا في البصنة في عام 1992-1995 حينما اغتصبت قرابة في الرويات ما بين 40-60 ألف فتاة ومرأة ويغبرت في أطفال أصبحوا رجال الآن كل هذا ليس له أي صلة لا بالمسيحية ولا بتعليم سيدنا عيسى أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله من الأعمال الإرهابية اللي قام بها الجماعات ده كان كلها كان حروب دول في التاريخ الحديث الجماعات الجيش الأيرلندي وإزاي كان بيفجر اللي هو الأماكن اللي فيها المواطنين خاصة في الكريسماس وبرمجام تشهد على هذا أيضا تنظيم القعدة في أفغانستان نحن أبرياء منه جماعة بوكو حرام في ناجيريا نحن أبرياء منها جماعة الجيش الرب في أغندا نحن أبرياء منها أيضا جماعة أنتي بالكا اللي في وسط أفريقيا اللي وقته بتطهر تطهير العرقي للمسلمين فيه وتطردهم إلى كاميرون وإلى تشاد نحن أبرياء منها مجموعة داعش اللي بسموها عايسيز في سوريا والعراق نحن أبرياء منها تنظيم الصومال الشباب أيضا في الصومال نحن أبرياء منه كل هذه الأشياء اللي احنا نتكلم عنها ليس لها أي علاقة بأي دين سماوي نخش إلى الأمر الآخر اللي هو الأعمال الإرهابية اللي بيقوم بها بعض الأشخاص واللي حصلت في تفجيرات كلهما في عام 1995 ورح ضحياتها 170 وقتلة و680 جرحة مذبحة مدرسة دامبلين في سكتلندا ورح ضحياتها في سنة 96 ورح ضحياتها 16 طالب تفجير مركز التجارة العالمي الأول سنة 93 ورح ضحياته 6 موتة تفجير مركز التجارة العالمي سنة 2001 ورح ضحياته قرابة 3000 وجرحة 6000 جذية يوتو في النرويج الشاب اللي اسمه أندريا بريفيك ورح ضحياتها أولي 80 طالب ما بين سن 12 سنة و20 سنة وفي أثناء عرض فيلم اسمه الليل الأسود تجي شاب أتل أو اسمه جيمس إيجان هولمز أتل حوالي 12 كانوا يتفرجوا على الفيلم ده في منطقة في كولورادو اسمها أيروة في كولورادو وبعدين مدرسة دوجلس هاي سكول في باركلاند فلوريدا وقتل 17 طالب إلى آخره كل هذه الأشياء لا دخلة دها بالدين ولا دخلة لها بتعليم أي نبي نتحدث عنهم يبا احنا كلمنا عن الأفراد وعن الجماعات الدينية وعن كل الدول اللي هي آمد بكل هذه الحروب ونحن نتحدث الآن حتى ما يحدث الآن ما في الروهينجا ليس له أي صلة بتعليم بوزة وما يحدث الآن في المنطقة التركستاني الشرعية اللي هي سين جيانج من التكلم عنها ليس له أي علاقة بتعليم الدين البوذي إلى آخره حينما نتكلم عن كل هذه الأشياء نقول ماذا؟ نقول نحن لابد أن نثبت أن الشخص الذي عنده فوبيا هو شخص مريض والفوبيا هذه التي أصيب بها لابد أن تعالج علاج طبي لأن ما عتى دين من الأديان وقال اقتل اغتصب اسرق اذني احرق دمر شرد على الإطلاق حتى المصلحين الاجتماعيين في كل مكان وفي كل زمان لم تكن هذه تعاليمهم تعاليمهم لشعوبهم ونرجع في الآخر ليه أنا أقرنت ما بين الإسلاموفوبيا وكبابوفوبيا ممكن دلوقتي واحد يتعلق لك حاجة يعني احنا نخش بقى في الموضوع بتاع التهريك ده كبابوفوبيا دينوفوبيا مسيحوفوبيا يهودوفوبيا سيخوفوبيا ايتاني غير سيخوفوبيا سيخوفوبيا وإيتاني غير سيخوفوبيا هندوسوفوبيا وهكذا دول مرضى الذين يتلقون مثل هذه المصطلحات على الناس وقبلك عندهم مرض كما سنف هذا المرض منذ القدم على أنه الخوف من شيء هم يخافون منه فيحاولون مهاجمته وده ما يحدث الآن بالنسبة للمسلمين أو لغير المسلمين يبقى نرجع لكي نرخص ما قيله اليوم كله ما قيله اليوم لأمرين الأمر أنك أيها الشاب أو الشابة لابد أن نقرأ في التاريخ ونعرف في التاريخ كيف قتب ومن كتب التاريخ ولابد أن نتعامل مع كل فرد في العالم على أنه إنسان وحقه في الحياة مضمون ونختلف معي في ديني ومذابي وعرقي ولغتي وثقافتي وتاريخي إلى آخرين ولابد أن نقرأ في التاريخ ولابد أن نقرأ في التاريخ بأحداثه السيئة ولا نقلب هذه الأحداث السيئة لكي ننتقم من من فعله هذه الأحداث أو أحفاد أو أدباع هذه الأجيانة أو أدباع هذه الصقامات الآن فلابد أن نعيش بالتسامح والتعاون والتكامل والمشاركة لأننا نعيش على كوكب واحد والكوكب الواحد يسعنا ويسع غيرنا ما حدث في الماضي هذا شيء نتعلم منه لكن ما يحدث الآن هو ما نريد أن نبنيه لكي نبني مجتمعات قائمة على الحق والحرية والإخاء والمساواة والتكامل والتواصل وبناء المجتمعات وإرساء الحقوق إلى آخره فلذلك صاحب هذه من يتهمونك بأنك خطير عليهم؟ هذا إنسان مريد هذا إنسان مريد هذا إنسان مريد ولابد أن نرسله أو نرسلها إلى دكتور نفساني يعالجهم فالشباب حذاري أن تقعوا في بوتقة أو في خطر الانفعال العاطفي عمروا فينا كذا من ألف سنة خلاص انتهى نتعلم أن لا يحدث هذا مرة أخرى ثم نتعلم أن نتعايش نتعلم أن نتكامل نتعلم أن نتسامح نتعلم أن نتصالح وكذا خرجت جنوب أفريقيا من المشكلة اللي كانت فيها الموقات السنين وخرجت رواندا من المشكلة وأصبح رواندا دلوقتي من أول الدول أو من أول دول في أفريقيا في النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي والنمو الثقافي إلى آخره إلى آخره إلى آخره فلابد أن نتعلم من التاريخ لكي لا تحدث هذه الأخطاء لكي ينمنع حرب عالمية ثلاثة لكي ينمنع أي تطهير عرقي في أي مكان وفي أي زمان لأي شعب من الشعوب لا سفقت للشعوب المسلمة لكن للشعوب المسلمة والشعوب غير المسلمة دي سألتنا معاكم حذار يا أيها الشباب أنكم تستصاروا والاستصارة دي تجعلكم تخطئونا وتفعلونا هذه الأعمال السيئة التي قام بها جماعة داعش وجماعة بوكو حرام وجماعة الشباب وجماعة كل هذه الجماعات اللي احنا بنتكلم عنها لأن احنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعرف أن ننصره مظلوما ولكن كيف أن ننصره ظالما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكفهوا عن ظلم الناس نكفكم عن ظلم الآخرين حتى وإن تعلمنا من دروس التاريخ ما فعل بنا ولم يفعل بنا من إناس أسواء ولكن فعل بنا من إناس مرضى استغلوا الدين واستغلوا مركزهم الدينية واستغلوا السلطات الدينية بتاعتهم لكي يقتلوا الشعوب ويشردوا الشعوب ويدمروا الممتلكات إلى آخر جزاكم الله خيرا ونتقل بكم بعد حوالي ربع ساعة يعني الساعة 48 دقيقة في نفس الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر